موسيقى موسيقى اهلا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من كوك الصحافة ونطالع فيها اهم تدولته الصحف العربية والمواقع اليمانية والبداية من المواقع الاخبارية ونبدأ من الخبر الذي تصدر المواقع الاخبارية والصحف حيث ركزت جميعها على استشهاد قائد المنطقة الثالثة اللواء عبدالرب الشددي وعنون موقع المصدر اونلاين مصدر يروي للمصدر اونلاين تفاصيل استشهاد اللواء الركن عبدالرب الشددي قال مصدر عسكري لموقع المصدر اونلاين ان اللواء الشددي قاد الجيش الوطني في معارك صرواح صباح الجمعة والتي استمرت حتى الظهيرة قبل ان تهدأ جبهة القتال وتمكن الجيش الوطني من استعادة موقعين كان الخثيون قد سيطر عليهم في صرواح وذكر المصدر ان اللواء الشددي كان يمر بسيارته في وادي نوع في قلب مدينة صرواح مغرب ذات اليوم حينما استهدفته قذيفة تابعة للحثيين اما موقع الموقع بوست وضع تساؤلا حول شخصية اللواء عبدالرب الشددي وعنون الموقع من هو اللواء الركن عبدالرب الشددي وبحسب الموقع فان اللواء الشددي يعتبر من ابرز القيادات العسكرية الرفيعة واشجعها حيث ساهم بفعالية في المعارك لتحرير مهرب ويتابع الموقع هذا الضابط لم يكن يعلم ما الذي سيحدث له حين وقف ضد انقلاب الحثيين في 2014 ووقف مع الشرعية حين تركها الجميع ورأى ان النجاة في تمسك بشرفه العسكري حين كان يراه الجميع انتحار وقال الموقع ايضا عندما سيطر الانقلابيون الحثي والمخلوع الصالح على صنعاء وبدأوا باجتياح المحافظات كان الشددي قائد المنطقة العسكرية الوحيد الذي لم ينحني لرياح القتل متألما ومتحسرا كتب مروان الغفور عن استشهاد اللواء الركن عبدالرب الشددي اثناء اداء واجبه في الدفاع عن مبادئه وقيمه وقال الكاتب في اجزاء من مقاله المنشور في المصدر اونلاين ذهب الشددي بالمجد كله بالطهارة كلها وبقيت لنا الخسارة كل قصائد العزاء لن تردم الفراغ الذي تركه كل الاناشيد لن تغطي على حقيقة ان اليمنيين خسروا وهم لا يزالون في المعركة اهم القادة واكثرهم الهاما في مايو الفين وخمسة عشر استشهد اللواء علي ناصر هادي قائد المنطقة العسكرية الرابعة وهو يقاتل الى جوار من بقي من جنود المنطقة قتل في التواهي والى القرب منه سقط ابن شقيقه حفظ القشيب وهادي والشددي شرف العسكرية اليمنية واختاروا نهايات درامية تليق بهم تركوا خلفهم شعبا تائها وبلدا مفككا كان اليمن في مسيس الحاجة الى الشداد لكنه رحل لا يتكرر الرجال امثال الشداد وعلي ناصر هادي كثيرا وفي الجيش اليمني يبدو احتمال ظهور انازم بمواصفات الرجال الثلاثة احتمالا صعبا لكنه غير مستحيل وبين القيادات العليا للجيش يصبح البحث عن مخلص شبيها بالبحث عن جوهرة في مغامرة تقدم القشيب وحيدا وسقط تقدم هادي وحيدا وسقط تقدم الشداد محاطا بجيل جديد من العسكريين وسقط افسد صالح كل شيء حتى الحب الطبقة العليا من الجيش كانت تحت بصر صالح اسقط الجيش اليمنية الجمهورية اليمنية وقدمها هبة للملكيين خسارة الشداد جسيمة للغاية وبمقدور العالم ان يتعاطف معنا الليلة وغدا فنحن في لحظة كرب عميقة نستحق معها العزاء هذا الحزن الذي لفح الوجوه وحنى الظهور ليس سوى تعبير عميق عن ايمان الناس بطهارة سلاح الشداد ونبل معركته ان السماء اليوم ناقصة لان السروة كسرت كما يقول درويش اشعر بحزن ليس له مثيل فقد احببت الرجل كأنه صديق الوحيد لكن روحه ربما ستبقى ستبقى بطريقة ما وستلحق العار والهزيمة بكل اولئك الذين اذل شعبا طيبا كان يستحق حياة كالتي للاخرين مضت اشهر منذ ان ادخل هالي محمد عبدالله السجن في عدن وكما تقول اسرته فقد توفي اخوه عمر اثناء اقامة محمد في السجن فحملت الاسرة جثته اي عمر الى السجن كيتمكن الاخ من وداع اخيه حسب موقع عدن الغد والذي عنوان ميت يزور شقيقه في سجن المنصورة بعدن وعلم موقع عدن الغد ان المتوفى من سكان مديرية المنصورة وتوفي صباحا بمستشفى الوالي وقامت الاسرة بنقل جثمانه الى داخل احدى الزنزانات ليلقي شقيقه او ليلقى شقيقه المعتقل ووفقا للموقع فقد حملت سيارة اسعاف جثمان المتوفى الى داخل سجن المنصورة حيث القيت عليه النظرة الاخيرة من قبل شقيقه ليتم نقله للدفن لاحقا باحدى مقابر المدينة تجرف الحرب في طريقها الكثير من المهن والمهنيين ليصبح الجميع ملتحقين بساحاتها موقع يمن مونتر يورد احد المهنيين كانوا مموذجا لما تفعله المعركة وعنوذ الموقع مترجم يمني اجبره الانقلاب على حمل البندقية وقتال الحوثيين كان يعمل مترجما باحدى السفارات في العاصمة اليمنية صنعاء لكن حسب يمن مونتر فان الشاب محمد البحري ترك وظيفته بعد انقلاب الحوثيين على السلطة وقرر الالتحاق بجبهات القتال التابعة للحكومة ومنذ اكثر من عام ونصف يرابط الشاب الثلاثيني في جبال ومرتفعات محافظة مارب حاملا مندقيته التي لا تفارقه وفي قمة جبل الطريف بجبهة المغدرة شمالية الصرواح التابعة لمحافظة مارب كان البحري تحدث ليمن مونتر وبجانبه عدد من رفاقه الذين استعادوا الجبل مؤخرا عن اللحظات التي قرر فيها ترك مهنته والالتحاق بصفوف الجيش الوطني وعقب اجتياح الحوثيين صنعاء وسيطرتهم على مفاصل الدولة كان محمد عرضة للمضايقات الحوثية ما جعله يفكر بالرحيل عن العاصمة ومواجهة ذلك الانقلاب خوفا من البطش وحملة الاعتقالات المستمرة حتى اللحظة محمد جميح كتب أيضا عن اللواء عبدالرب الشدالي بعض الكلمات التي قالها له في اتصالات سابقة عن أرض اليمن التي لن تتوقف عن إنجاب الإرادات وصناغة القادة الخبر الأعظم الرجل الكبير المفرد الكثير عبدالرب الشدالي الذي عاشق الميدان يزور السماء كنت على يقين من أنك ستنال ما تريد ما خلقت لزمن القيادات التي فتحت للحوثي صنعاء ما خلقت إلا لزمن مقطر من شوائب الخيانات يا سيد الرجال لن يفرح الحوثي لن يهنأ القتله قال أحد القادة العسكريين في الميدان ألف شداد وقال آخر ترجل القشيبي فكان دمه وبالا على الحوثيين وسيكون دم الشداد فتحا مبينا كان حرصه على التقدم في الصفوف دليل شوق روحيا عصف إلى لقاء القشيبي الفارس نبيل الذي أشعل شعلة الثورة ضد الإماميين الجدد اتصلت بالشداد مرة قلت كيف الأمور؟ قال كل ما يسرك وكنت أعلم أنه يحرص على أن يكون في مقدمة الجبهات فقلت له أنت ملك للوطن انتبه لنفسك ضحك بسماحة وقال لكل أجل كتاب عينة من الرجال مخلوقون من طينة مختلفة طينة تحوين فائس المعادن أشدادي كله روح معدن نفيس نفس زكية أشدادي رجل فارع القامة في زمن أصبح بمقاس عبد الملك الحوثي ضاقت قماشة هذا الزمن على الشدادي فاستبدلها بقماشة بيضاء وسافر إلى السماء في الوقت الذي ذهب غيره إلى الأبواب يطرقها ذهب الشدادي إلى الميدان في الوقت الذي تجر الكثير في الحرب كان الشدادي قائدا زاهدا إلا في تحرير وطنه يا عبد الرب ما أكبرك في نفوسنا لا تحزن عليه هو الذي اختار نال هدفه وما ينبغي لمثل الشدادي أن يموت على سريره قلت للشدادي مرة في اتصال هاتفي هل تعاولون على الحل السياسي؟ قال نحن لا نناقش هذه المسائل ممتنا هي الحسم العسكري معما طالت المعركة أردف وإذا لم نحسمها نحن حسمها أولادنا إلى موقع المشاهد وجاء في أحد عنوينه غليان شعبي في اليمن جراء تأخر صرف المرتبات الحكومية وقال الموقع إن عبارة من سيدفع لنا الراتب هذا الشهر تجاد تكون هي أكثر تداولا بين الموظفين اليمنيين في مختلف المحافظات والتساؤل المثير للقلق الذي يسود الشارع وقال المشاهد تكسو علامات الحيرة ملامح الموظفين وأنت تصادفهم في مؤسساتهم أو في الطرقات والمقاهي ليس هناك هم لموظف لديه راتب حكومي بالكاد يكفي لدفع إيجار السكن وتكاليف الاحتياجات الأساسية للعيش غير هاجس استلام الراتب المؤرق للجميع ويتابع الموقع صنعاء على وجه الخصوص تبدو فيها حالة الغليان والاحتقان ظاهرة في أوساط المواطنين على السواء يستوي في ذلك الموظف الذي يساوره القلق في استلام راتبه مع الموظف العادي وصاحب البقالة الذي لن يجد من يدفع له ديونه من الموظفين حين تتوقف الرواتب ويرى مراقبون أن الوضع الاقتصادي مرشح للتدهور بشكل أكثر سوءا في ظل عدم وجود أي بوادر أمل تلوح في أفق المشهد اليمني ومما يفاقم المعاناة هو عدم اكتراث سلطة الأمر الواقع في صنعاء بدخول البلاد مرحلة التشضي والانهيار الاقتصادي أشامل جولتنا المصورة اليوم بين أحياء وشوارع صنعاء القديمة وتظهر الصور الذي نشرها يمن مونتر الفن المعماري المتماسك رغم مرور وقت طويل منذ إنشاء المباني نتابع الصور ترجمة نانسي قنقر نذهب إلى فاصل قصير قبل أن نعود لنطالع أهم تنقلت الصحف العربية في الشأن اليمني ابقوا معنا نعود معكم مطالعة أهم كتبته المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من موقع جزيرة نت الذي تناول في أحد صفحاته أهم حدث في الشأن اليمني وهو استشهاد قائد المنطقة العسكرية الثالثة عبدالرب الشداد وقال الموقع إن الشداد قتل في اشتباكات أثناء تمشيط الطريق الواصل بين الصنعاء والسرواح في منطقة وادي النوع التي سيطرت عليها قواته قبل أيام ويضيف الموقع أن القائد كان قد أصيب عدة مرات منذ بداية المعارك التي قادها ضد الحوثيين وقوات صالح منذ العام الماضي وأنه يعد واحدا من أبرز القادة العسكريين في الجيش الوطني الموالي للحكومة الشرعية وأحد القادة العسكريين الذين أعلنوا انضمامهم وتأييدهم لثورة الشباب السلمية عام 2011 صحيفة القدس أو العربي الجديد نقلت عن منظمة اليونسيف تحذيرها بأن الأطفال في اليمن عرضة لمخاطر تفشي وباء الكوليرا حيث أعلنت منظمة اليونسيف في اليمن عن رصد وزارة الصحة التي تسيطر عليها جماعة الحوثي لحالات إصابة بمرض الكوليرا في العاصمة اليمنية صنعاء وقال ممثل اليونسيف في اليمن جوليان هارينس في بيان الله إن الأطفال عرضة لمخاطر عالية ما لم يتم الحد وعلى وجه السرعة من تفشي وباء الكوليرا خصوصا مع تدهور النظام الصحي في اليمن جراء استمرار الصراع وأشار إلى أن اليونسيف تعمل مع شركائها لوضع قياس دقيق لمستوات فشي المرض لفتنا إلى أنه ما لم يتم علاج هذا المرض فيمكن أن يتسبب في وفاة الحالات شديدة الإصابة ويمكن أن تقتل الكوليرا ما نسبته 15% من المصابين بها في غضون ساعات وإلى صحيفة الاتحاد الإماراتية التي نقلت عن الأمين العام المصاعد للمجلس إصناد المقاومة الشعبية في إقليم تهامة الشيخ ناصر دعقين تحذيره من مجاعة قاتلة بدأت تضرب كثيرا من مديريات إقليم تهامة والتي تسيطر عليها ميليشيا الحثي والمخلوع وأكد دعقين أن إقليم تهامة من أكثر الأقاليم فقرا وأمية وحرمانا ومرضا منذ عهد المخلوع وازداد الوضع سوءا بسبب الحرب والتي أضرت اليمن بشكل عام وإقليم تهامة على وجه الخصوص وضعفت من معاناة المواطنين والتي سوف تتسبب بكارثة إنسانية ضحيتها أبناء تهامة وقال دعقين إن هناك مجاعة تضرب الكثير من مناطق ومديريات إقليم تهامة والجوع يكاد يودي بحياة عشرات الأطفال والمسنين في مناطق التحيط والزهر واللحية وغيرها وميليشيات الخث والمخلوع تستغل المنظمات الإغاثية والأممية في المناطق التي يسيطرون عليها لدعم ميليشياتهم ومعسكراتهم وحرمان المدنيين والمساكين والأسر الفقيرة المستحقين لها مدنيون تحت نيران الحثي تحت هذا العنوان كتب رئيس تحرير صحيفة الاتخاد محمد الحمادي مقاله عن ميليشيا الحثي ورؤيتها في الاستمرار بالحرب وتجنب السلام وقال الحمادي مضى أكثر من شهر على مبادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لحل الأزمة اليمنية ولكن شيئا من هذه المبادرة لم ينفذ على أرض الواقع بل إن ردا إيجابيا واحدا من الجانب الحوثي لم يصدر على الرغم من أنها كانت ترائي جانب الحوثيين والمخلوع أكثر من مراعاتها جانب الشرعية فلم تسحب الميليشيا قواتها من صنعاء والمدن الرئيسية ولم تقم بتسليم أسلحتها الثقيلة بما في ذلك الصواريخ الباليستية إلى طرف ثالث ولا قامت بالعمل مع الحكومة الشرعية على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتقسيم السلطة بين الطرفين فكل ما قامت به أنها إلى جانب تجاهلها هذه المبادرة طوال الأسابيع الماضية ارتكبت عملا إرهابيا جديدا في عرض البحر باعتدائها على سفينة مدنية تستأجرها القوات المسلحة الإماراتية لنقل الإغاثة والمعدات الإنسانية لليمن محاولات التصعيد العسكري من قبل الحوثي وقوات المخلوع لن تنجح والتحالف العربي لن ينجر وراء هذا التصعيد فخيار السلام والحل السياسي له الأولوية لدى التحالف أما الحوثي اليائس والذي يسعى إلى استمرار الحرب والمواجهات العسكرية فسيجد نفسه في مواجهة العالم والمجتمع الدولي وهو يرفض الحلول السياسية وقبل ذلك في مواجهة الشعب اليمني الذي سئم من هذه الحرب فطوال هذه الحرب في اليمن عانى المدنيون القتل والتشريد والجوع والمرض وعانى الأطفال التجنيد والاستغلال بكل أشكاله كما عانى الشعب اليمني بأكمله تحويله إلى دروع بشرية تحتمي بها ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح من ضربات قوات التحالف صحيفة الواشنطن بوست نشرت حوارا مع الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبيل السلام 2011 والذي قالت فيه لسنا مسؤولين على الانتكاسات ونناضل لإنهاء الحرب في اليمن وتحقيق قيم الثورة وقالت الناشطة اليمنية توكل كرمان إن حرب الميليشيات الانقلابية تسببت بأزمة اقتصادية وتدهور الوضع الإنساني في اليمن مما جعل معظم السكان في حاجة ماسة إلى مساعدة إنسانية عاجلة وأكدت كرمان أنها ما زالت تواصل نضالها السلمي لإنهاء الحرب في اليمن وإعادة الأوضاع إلى ما قبل الانقلاب والمضي قدما لتحقيق قيم الثورة السلمية وفي ردها عن سؤال من يقف وراء الأزمة في اليمن قالت كرمان المسؤول الرئيس والأساسي هو المخلوع الصالح والوحدة العسكرية الموالية له وميليشيا الخثي المدعومة من إيران المتحالفة معه لافتة إلى أنه يتحمل المسؤولية بدرجة ثانوية الرعاة الدوليون وكذلك ضعف أداء القوى الانتقالية واحتفت أقدم الصحف الأمريكية بإجراء المقابلة بالتزامن مع حفل تسليم جائزة نوبل السلام لعام 2016 وحول تأثير فوزها بجائزة نوبل على اليمن وعلى الشعب اليمني وقالت كرمان أنا على قناعة بأن جائزة نوبل وثورتنا السلمية وأحلامنا بالحرية والديمقراطية والسلام والرفاه الاجتماعي ستجرب لبلادنا الخير وسوف تقودنا إلى مصاف الدول التي حققت هذه القيام وإلى صحيفة الشرق الأوسط والتي عنوانت مطالب يمنية إلى أمين عام الأمم المتحدة الجديد وقال المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليمني نتطلع في أن تسهم خبرات جوتي ريس في توجيه عمل مبعوثه الخاص إلى اليمن من أجل إنجاح مساعي السلام وإنهاء الانقلاب الذي عصف بواحدة من التجارب الناجحة للوساطة التي قادتها الأمم المتحدة وأضف في تصريحات لشرق الأوسط أن خبرة الأمين العام الجديد ستسهم في مجالات العمل الإنساني والإغاثي والتعاطي مع مشاكل اللاجئين في تدليل الصعاب والتحديات التي تواجه العالم اليوم وبشكل غير مسبوق جراء الأزمات والحروب والنزاعات ومعالجة ظواهر النزوح واللجوء والتحديات التي يفرضها على العالم وحول المنطقة العربية قال اليمني نحن في المنطقة العربية نتطلع إلى عمق معرفة السيد جوتي ريس بطبيعة الصراعات التي شهدتها وتشهدها منطقتنا والتي تتصل جذورها بالصراع العربي الإسرائيلي والحقوق التاريخية المغتصبة للشعب الفلسطيني وعبر السفير اليماني عن شعوره بالقلق بالقول يتملكني إحساس كبير بأن الأمين العام جوتي ريكس سيترك بصمات استثنائية في حياة المنظمة الدولية وسيعمل على إصلاحها وعقلنة أدائها وإلغاء التضاربات والتداخلات والبيوكراطية ميليشيا أقوى من الجيش لماذا؟ تحت هذا العنوان كتب محمد عاكف جمال مقاله المنشور في صحيفة البيان الإماراتية وقال الكاتب اضطلعت إيران منذ سقوط نظام الشاه عام 1979 بمهمة التخطيط لتغيير معادلات التوازن القائمة في المنطقة ولعب الدور الإقليمي يعزز من نفوذها وذلك بالقيام بمهام خارج حدودها الجغرافية لتعزيز أمنها القومية عن طريق إضعاف قدرات جاراتها وممارسة التدخل في شؤونها الداخلية تتلخص هذه المهام بالعمل على تحويل الدول التي تقع ضمن دائرة اهتماماتها إلى دول فاشلة بمعنى جعل حكوماتها ضعيفة تفتقد القدرة على ممارسة مهامها النموذج الذي نجحت فيه إيران إلى حد بعيد هو النموذج اللبناني هذا النموذج يجري تسويقه في كل من العراق وسوريا واليمن وربما في دول أخرى حيث تصبح الميليشيات المسلحة أقوى من جيوش هذه الدول ففي العراق يصرح قائد إحدى الميليشيات وهو يستعرض قواته في إحدى المدن بأن هذه الميليشية قد أصبحت أقوى من الجيش العراقي وفي اليمن يعلن الحوثيون عن تصميمهم على الاحتفاظ بالصواريخ الباليستية كشرط لاستمرار المفاوضات مع وفض الحكومة الشرعية في رفض ضمني للمبادرة التي تقدم بها وزير الخارجية الأمريكي لحل الأزمة اليمنية التي من أسسها نزع السلاح خارج الدولة بناء الدولة يعني بناء الأطر والهياكل الإدارية لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وفق دستور يكون بمثابة عقد اجتماعي إلا أن الميليشيات غير ذلك فهي فصائل مسلحة لها أجهزة إدارية ومالية واستخبارية تخدم ديمومة أنشطتها ليست مستقلة عن أجهزة الدولة فحسب بل بديلا عنها وهي تتشكل في ظروف خاصة تصاب بها الدولة بالضعف والعجز عن أداء مهامها لتسمح لهذه الميليشيات بفرض حلول غير قادرة على فرضها وفق الأطر الدستورية لصالح أجندة سياسية ضيقة ترتبط في أغلب الأحيان بأهداف دولة أخرى بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة أترككم في أمان الله وحفظه ونتابعوا مع المجموعة برسوم الكاريكاتور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة